عندنا نوع تاني ممكن نتصمم بيه برضو الكروس سكشنز بتاع الكاميرات اللي بيقع عليه بين النموم بس بنسميه تشارت اريو وميو بمعنى صح في عندنا تو فاكتورز اوكي عن طريقهم نقدر نطلع برضو الدي والاس طيب مبدئين كده القانونين بتاع الاريو والميو اول حاجة دي بتسوي ايه جزر مقسوم عندنا على الفاكتور الاولين اللي هو اسمه اريو في البي نفس الكلام اللي فات بالزبط يعني ايه يعني اولا البي انهي بي نبدأ ايه كده طيب زي ما اتفعنا هتبقى لو ار سكشن تبقى بي سمول لو تي سكشن او اللي سكشن تبقى ايه تبقى بي كابيتل طيب دي حاجة طيب حاجة تانية الام كالعادة لازم تضرف عشر اوس كام انا عشر او ايه عشر اوس ست عشان تطلع دي بالملي طيب ده ما ابدأ ايه كده القانون بتاع دي لو انا عرفت اطلع قيمة الار زي ما قلنا هقدر عوض هنا اطلع قيمة دي بالملي هيطلع رقم فيه كسر نعمل له ايه قربو الار بخمسين ملي بزيادة طب القانون بتاع الاس بيسوي ايه الفاكتور التاني اللي اسمه ميو مضروف في البي في الدي طب الدي قبل التقريب ولا بعد التقريب الطبيعي نهاية قبل التقريب طب حاليا كده شكلة شرط بتاع الاريو اللي طالع الفوق والميو وفقية وفي حزمتين كيرفات حزمة جنب بعض مكتوب علي هنا مسلا اول كرف اف فيلد مسلا اسوق مكتوب عليه تلتمامية وسائن وكل كيرف مكتوب عليه اف سي وبكزا طب في حزم كيرفات تانية مكتوب عليه اف فيلد انتان واربين وبرضو ايه اف سيو بكزا وهكزا كل اف بزيادة حزم كيرفات طيب مبدأة كده مثال افرض مثلا المسال اللي عندي كان الافي لتلتمائة ستين والاف سيو خمسة عشرين. يبقى انا ساعتا اكيد محتاج الكيرف ده. اللي هو عند حزمة اف يل تلتمائة ستين ومكتوب جنبه اف سيو كام خمسة عشرين. طب وانسا انا حددت الكيرف لو انا عندي قيمة هقدر امشي افقي اخبط في الكيرف ده وطلع قيمة والعكس لو انا عندي قيمة ساعتا هقدر اعمل ايه? هقدر برضو امشي رأسي اخبط في الكيرف ده وطلع قيمة مين الاريو? اوكي? طب بس ياريتنا خد بالنا ان اللي مكتوبة هنا دي يعني نسبة مقوية. يعني مسلا لو هي في مكتوبة عندي واحد دي مقصوب بيها واحد على مية اللي هي واحد في المية. لو مكتوب مسلا دي مقصوب بيها يعني عالمية وهكزا. طيب شكل عندنا هيبقى عامل كده. ده زي ما اتفقنا حزمتين الكيرفات دي اللي هي تلتمائة وستين وهنا تلتمائة وستين. طبعا واضح ان في عندي منطقة الكيرفات تقريبا لازق في بعضها. مش مشكلة. حاليا دلوقتي لو انا عندي الاريو هاخبط في اي كيرف فيهم ساعتها وطلع على الميو وهكزا وهنا برضو هيبقى ايه نفس الكلام. طيب مبدئيا نوعين المسائل كالعادة بتاع الكاميرات. اوكي? مش النوع الاولاني احنا اللي بنطلع الدي والآس. فاكر دايما لو انا اللي بطلع الديبس والآس. انا دايما كنت باختار حاجة. يعني مسلا لو تفتكر في احنا كنا بنختار عشان تجيب لي طب في انا كنت بختار سي وان بتلاتة ونص في او ايه ستة في برضو عشان يجيب هنا نفس الكلام هنا بس بنختار ايه بنختار طيب ايه ارخص خطاع عندنا ان احنا نختار بواحد في المية. طيب يبقى انا كله هعمله هعمل ايه عشان نطلع الدي والآس. هخش بميو بكام هنا واحد بس هنا لان هنا الرقم ده فلو ميو واحد في ما هي بقى انا هخش عند رقم كام واحد. ونخبط في اللي متحدد عندنا ونطلع قيمة الاريو. وانسى ان انا عندي الاريو هقدر اطلع الدي بش احنا ونقول له الدي بتساوي الجزر اما قلت متليمت على الاريو في البي. طيب هعود بالاريو اطلع الدي. طيب هيطلع رقم فيه كسر زي ما قولنا نعمل في ايه نربو القارب خمسين ميلي بزيادة. طيب الاس المفروب بتساوي ايه? الميو في البي في الدي. طيب الدي قبل التقريب ولا بعد التقريب قلنا قبل التقريب. طيب الميو احنا كنا مختارنا بكام? واحد في المية يبقى تعاوض هنا واحد على مية. ونطلع الاس. طيب جابت الدي والاس في الكيس دي هنا محتاج اعمل تشاك على الاس مانيموم. لا لاننا اللي مختار الميو. فانا قرر لي متأكد ان البيو بتاعتي اكبر من ميو مانيموم. طيب كيس تو طيب او طيب تو عندنا النوع التاني من مسائل لو تفتكر. الدي بتبقى واحنا بس النقص نطلع ايه? احتمال نحتاج اس داش واحتمال لا. طيب مبدئيا كده هنا للاسف ما عنديش كيس تقدر تحدد لي من اولها انا محتاج اس داش ولا لا. غير بالفرس يعني نرجع زي كده نقارن المومنت اللي عندنا بالمومنت الماكسمام. لو طلع المومنت اللي عندي اللي بيقاصل اما قلت متلمت اقل من مومنت الماكسمام. ماشي يبقى انا مش هحتاج اس داش. لكن لو طلع اكبر من المومنت الماكسمام يبقى انا هحتاج اس داش ارجع لحاتة الدلتا ام. طيب والله لو كيس اللي هي الغالبة لو مومنت اللي عندنا اقل من الماكسمام. يبقى احنا مش محتاجين اس داش يبقى ناصل اطلع ايه? ايه اس بس. طيب هنعمل ايه? هنخش في القانون بتاع دي. بما ان دي دلوقتي عندي. اقدر عاوض وطلع قيمة مين? طيب عن طريق زي ما قلنا نخش بقيمة نخبط في المتحدد عندنا ونطلع قيمة طيب هناك اطلعت عندي يبقى انا اخدها بكام عالمية اللي هي ايه تفاقنا يبقى ساعة هتساوي ايه اللي احنا جبناها تفاقنا بس هتاسم عالمية عشان تبقى ايه تفاقنا ايه برقم مزبوط في طيب في الحالة دي انت ضامن ان هي تبقى اقل من المانيموم لا طبعا فهنا محتاجين نعمل ايه? طيب دي اتفاقنا لو مومنت عندنا كان ايه في الاخر اقل من مومنت الماكسمم لكن لو مومنت طالع اكبر من مومنت الماكسمم دي للاسف لازم نرجع نحط ايه اس داش عن طريق دلتا ام او نزود اللي احنا عايزين اكي ده اتفاقنا بس بالنسبة ايه للديزاين بالتشارت اللي اسمه اريوميو